اشتركوا في القناة فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الْرِبَى لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله حياكم الله جميعاً في مجلس من مجالس التفسير ويتجدد اللقاء بكم اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى حيث سنفسر ثلاثة سوراً من كتاب الله تبارك وتعالى وهي سورة الدخان وسورة الجاثية وسورة الأحقاف وسنقوم بتفسيرها في ستة مجالس إن شاء الله وكان الأصل أن يكون المجلس السابع والثامن سورة محمد كما هو معلن إلا أنه سبق تفسيرها في الأسبوع الماضي ولله الحمد والمنة نبدأ الآن في تفسير سورة الدخان سورة الدخان سورةٌ مكية ومحورها يدور حول إيقاظ القلب لاستقبال حقيقة الإيمان حيةً نابضة وتثبيت هذه الحقيقة في القلوب أما المواضيع التي دارت عليها هذه السورة فقد بدأت بالحديث عن القرآن وإنزاله في الليلة المباركة ثم تحدثت عن اللاعبين الشاكين وأنذرتهم وحذَّرتهم ثم تحدثت السورة عن مصرع فرعون وقومه في هوان بعد الاستعلاء والاستكبار ثم تحدثت عن البعث والمكذِّبين به ثم تحدثت عن يوم القيامة وأحوال الناس في ذلك اليوم حيث صورت مشهد المعذِّبين كما صورت مشهد المتنعِّمين ثم خُتِمت السورة بالحديث عن القرآن كما بدأت الحديث عن القرآن سورة الدخان مكيَّة قال ابن عطيَّة لا أعلم فيه خلافًا وقال بعض أهل العلم كلُّها مكيَّة إلا قوله تعالى إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا وسيأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى سببُ هذا الاستثناء أثناء التفسير افتُتِحت السورة بالأحرف المُقطَّعة بقول الله تبارك وتعالى حاميم وهي ضمن منظومةٍ تُسمَّى سُورَ الحواميم إشارةً إلى ماذا؟ إلى افتتاح هذه السورة بقوله تعالى حاميم وقد قررنا سابقًا أن الأحرف المُقطَّعة ليس لها معنى على الصحيح لكن لها مَغْزَى وهو أن الله تحدَّى فُصَحَاءَ العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهو المُكَوَّن من مثل هذه الأحرف ألف لام ميم حاميم صاد طاسيم ميم إلى آخره ولذلك لا يوجد سورة بدئت بالأحرف المُقطَّعة إلا وذُكِرَ بعدها القرآن إلا في أربع سور ذُكِرَ الحديث عن القرآن في أثنائها وقد افتُتِحت السور المُقطَّعة بحرفٍ واحد وبحرفين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة وهو أكثر ما افتُتِحت به سورة للأحرف المُقطَّعة افتُتِحت بحرفٍ واحد مثل نون قاف صاد وافتُتِحت بحرفين مثل ياسين حاميم طاه وافتُتِحت بثلاثة أحرف ألف لام ميم طاسين ميم ألف لام را وافتُتِحت بأربعة أحرف ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد ميم وافتُتِحَت وافتُتِحَت في خمسة أحرف وكانت على وجهين جُمِعت في كلمةٍ واحدة كسورة مريم كاف ها يا عين صاد وفُصِلتَ وفُصِلت هذه الأحرف بكلمتين كسورة الشورى حاميم عين سين قاف قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حاميم والكتاب المُبين هنا ذُكِرَ بعدها القرآن سورة الدخان من السور التي ذُكِرَ بعدها مُباشرةً الحديث عن القرآن المُبين أي الواضح البَيِّن إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب أي أنزلنا هذا الكتاب في ليلةٍ مُبارَكَةٍ هنا لم تُسمَّى هذه الليلة وإنما وُصِفَت بأنها مُبارَكة فما هي هذه الليلة؟ يُفسِّرها قول الله سبحانه وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ طيب أخبر الله عز وجل في هذه السورة أنه أنزله في ليلة وعندنا دليلٌ آخر أنه نزل في شهرٍ كامل وهو قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وعندنا المعلوم المقطوع به وهو أن القرآن نزل في ثلاثٍ وعشرين سنة ويدلُّ على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقرآناً فرقناه وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مُكث فما الجمع بين هذه الأدلة؟ الدليل الذي يُثبت أن القرآن نزل في ليلة والدليل المُثبت أن القرآن نزل في شهر والدليل المُثبت أن القرآن نزل مُفرَّقًا ويشهد له الواقع حيث كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم للعُلَمَاء في الجمع بين هذه الأدلة مسلكان المسلك الأول التقدير وهو إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ أي ابتدأنا إنزاله ثم نزل مُفرَّقًا ومنجَّمًا هذا القول الأول المسلك الثاني وهو رأيُ بنُ عبَّاسٍ رضي الله تبارك وتعالى عنه وعليه جمهور أهل العلم وهو أن القرآن قد خُصَّ بخاصَّةٍ اختلف بها عن بقية الكتب حيث نزل مرتين المرة الأولى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وعليه يُحمل قول الله سبحانه وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ وَشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ حيث أن ليلة القدر من ليالي رمضان فيصح إطلاق فيصح إطلاق أن نقول نزل في شهر رمضان وقد نزل في ليلة كما يقال ولد فلان في سنة كذا أولا لا هل هو ولد في السنة أو في يوم واحد من السنة في يوم واحد ويشهد لهذا ما أخبر به ابن عباس في المرفوع حكما حيث أثبت ابن عباس رضي الله عنه حينما سُئل عن هذه الآيات المختلفة فقال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة في ليلة النزول الثاني هو الوحي وهو من الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه تُحمل أدلة التنزيل المفرَّق التنزيل المفرَّق وبهذا نجمع بين هذه الأدلة وحديث ابن عباس مرفوع حكمة وصححه جمع من أهل العلم وصححه جمع من أهل العلم وقلنا أنه مرفوع حكمة لأنه لا مجال للرأي فيه لا مجال للرأي فيه قال الله سبحانه وتعالى والكتاب المبين هذا قسم أقسم الله سبحانه وتعالى بكتابه أين جواب القسم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقيل إن جواب القسم إنا كنا منذرين إنا كنا منذرين والمبين يحتمل أنه فعل متعدي أي يبين الهدى والشرع ويحتمل أن يكون غير متعدي أي هو مبين في نفسه الليلة المباركة قلنا أنها ليلة القدر كما هو مفسر في سورة القدر وقال بعض أهل العلم إنها ليلة النصف من شعبان إنها ليلة النصف من شعبان وهو قول ضعيف قال ابن كثير عنه أبعد النجعة من قال أنها ليلة النصف من شعبان وقال ابن العربي هذا القول باطل هذا القول باطل إنا كنا منذرين أي معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعا لتقوم حجة الله على عباده فيها الضمير يعود إلى ماذا يا أخواني إلى ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر سنة كاملة وما يكون فيها من آجال وأرزاق قال ذلك غير واحد من السلف حكيم حكيم أي مُحكَم لا يُبَدَّل ولا يُغَيَّر ولهذا قال سبحانه أمرًا من عندنا أي جميع ما يكون ويُقَدِّرُه الله سبحانه وتعالى فَبِأَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ سُبْحَانَهُ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ أي إلى الناس رسولًا يتلو عليهم آيات مُبيِّنات مُرْسِلين فإن الحجة أو الحاجة كانت ماسةً لبعث الرسل حينما تغيرت فطر الناس ثم قال الله سبحانه وتعالى رحمةً من ربك أي أننا أرسلنا هؤلاء الرسل لماذا؟ رحمةً من الله سبحانه وتعالى بالناس يشهد لهذا قول الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فإن الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة رحم هؤلاء الناس حينما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم الرسل فأخرجوهم من براثن الشرك إلى التوحيد ويحتمل أن المرسل هنا وَمَا أَرْحْمَةً وهذه الرحمة هم هم الرسل فالمعنى لا يختلف إنه هو السميع العليم صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى كثيراً ما يقرن الله بينهما وهما صفة وإسمان من أسماء الله وهما السميع والعليم ويؤخذ منهما صفة السمع والعلم رب السماء والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا أي الآمر والمرسل هو رب السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إن كُنْتُم مُوقِنِين أي إن كُنْتُم مُتَحَقَّقِين فالذي أرسل الرسول من الله سبحانه وتعالى والرسول ماذا فعل بلَّغ ودعا إلى إفراد الله سبحانه وتعالى للعبادة ودائما يا أخواني تأمل أن السور المكية إنما تدور حول حول الإفراد الله عز وجل بالعبادة وترك وترك الشرك لا إله إلا هو يُحيي ويميت وربكم ورب آبائكم الأولين أي ربكم يا من نُزِّل عليكم القرآن ورب من ورب آبائكم الأولين هذه الآية كقوله سبحانه وتعالى قُلْ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يُحيي ويميت ثم قال سبحانه وتعالى بل هم من هم الذين خاطبهم القرآن بل هم في شك بل هم إضرابوا قبله نفي مُقدَّر كأنه يقول ليس هؤلاء ممن يؤمن ولا ممن تنفعه وصات بل هم في شك يلعبون بأقوالهم وأفعالهم ثم قال الله سبحانه وتعالى متوعدًا لهؤلاء فارتقب يوم تأتي السماء بدخانٍ مُبين قد سُمِّت السورة بسورة الدخان أخذًا من هذه أخذًا من هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخانٍ مُبين السلف رحمة الله عليهم اختلفوا في تفسير الدخان هنا ما المُرادُ به فقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن الدخان هو ما أصاب قريش حينما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف فأخذهم الجوع أخذًا عظيمًا حتى كان يخيَّل إليهم أنهم يرون دخانًا من الجوع وعلى هذا القول يكون الدخان قد مضى وحصل وقد وافق ابن مسعودٍ على هذا التفسير جمعٌ من السلف كمُجاهد وأب العالية وإبراهيم النخعي والضحَّاك وعطيَّة العوفي وإليه مال ابن عطيَّة رحمه الله حيث قال وما يأتي من الآيات يقوِّي هذا التأويل كما هو رأي الشوكان وهو اختيار إمام المفسِّرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال ابن مسعود قد مضى خمسة الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام وهذا الحديث مخرَّجٌ في الصحيحين هذا قول القول الثاني أن الدخان لم يمضي بعد بل هو من أمارات الساعة وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج وخروج يأجوج ومأجوج إلى آخر الحديث وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن سياد إني خبَّأت لك خبأً قال هو الدخ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد وقدرك وقد خبَّأ له رسول الله سلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وبن سياد كان من الكهنة الذين كانوا يقرمطون في الكلام فقول الدخ يقصد الدخان وهذا هو رأي ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وقد وافقه جمع من الصحابة والتابعين وهو رأي ابن كثير رحمه الله وأن الدخان لم يمضي بعد حيث قال ابن كثير وما أوردناه من الأدلة يقصد ما ذكرت لكم قبل قليل فيه مقنع مما فيه مقنع ودلالةٌ ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن مع أنه ظاهر القرآن ما رأيكم يا أخواني؟ أيهما أرجح؟ الثاني الأول الثاني ما هي أكمالة الآية؟ طيب جميل جداً كيف يغشى الناس هذا عذاب أليم؟ كيف نستدل على أن القول الأقرب أنه الثاني بهذه الآية؟ ممكن أن يعبر عن جزء من الناس بالناس هاي الله يعني سياق الآيات يشعر بأن قوله تعالى يغشى الناس وهذا غشيان حقيقي ولا خيالي؟ حقيقي طيب على القول الأول هل الدخان حقيقي ولا خيالي؟ ليش؟ من شدة الجوع يخيل إليهم أنه دخان يخيل إليهم أنه دخان وذلك الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم على أن الدخان من الآيات المنتظرة من الآيات المنتظرة بدليل سياق الآيات التي تليها فإن الله سبحانه وتعالى قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أي بين واضح يراه كل أحد وعلى ما فسره ابن مسعود إنما هو خيال ولا لا رأوه في أعينهم من شدة الجوع وهكذا قوله سبحانه وتعالى يغشى الناس أي يغشاهم ويعمهم ويعمهم ثم قال هذا عذاب أليم أن يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا ابن عطية رحمه الله لما رأى قوة هو من أصحاب القول الأول ولا لا لما رأى أدلة القول الثاني قال ويحتمل أنه مر دخان ويأتي دخان ويأتي دخان آخر هذا دائما يلجأ إليه بعض أهل العلم لما يرى أن الأدلة متكافئة وهنا عندنا يا أخوان الأدلة متكافئة فكلها في الصحيح والذي قال بها هم أعلام الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أعلام الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم طيب قال الله سبحانه وتعالى رَبَّ نَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ من القائل الناس الذين إيش ها غشاهم الدخان يقول رَبَّ نَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم كقوله تعالى وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا طيب إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا لما دعوا بقوله رَبَّ نَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أجابهم الله بماذا إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ أي لو كشفنا العذاب لعدتم ويشهد لهذا جملة من الأدلة أي وَلَوْ كَشَفْنَا عَنْكُمُ الْعَذَابَ فِي الدُّنْيَا وَرَجَّعْنَاكُمْ إِلَى حَالِكُمُ الْأُولَى لَعُدْتُمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْظُرْ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ طيب إن كاشف العذاب يحتمل معني الأول الكشف كشف العذاب بعد حصوله كشف العذاب بعد حصوله كما قال سبحانه وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُمْ أي أن العذاب حلَّ بهم ثم أخبرنا أنه لو كشف عنهم هذا العذاب لعادوا إلى ما كانوا يعملون الاحتمال الثاني هو تأخيره قبل حصوله تأخير العذاب قَبْ إِنَّا كَاشِفُوا العذاب وَشْمَعْنَاهُ؟ أي أخواني أي مؤخِّر العذاب يعني قبل حصوله قبل حصوله لعلكم تتوبون لعلكم يعني أن العذاب قد انعقدت أماراته ثم أُخِّر عنهم إمهالًا لهم وهذه حصلت لمن يا أخواني؟ من؟ أحسنتم وقد تكلمنا عنها لما فسَّرنا سورة يونس فإن قوم يونس ما حلَّ بهم العذاب وإن من عقدت أماراته كما قال الله سبحانه وتعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتَّعناهم إلى حين أي أخَّرنا عنهم العذاب بعد انعقاد أسبابه طيب هذا الكشف يا أخواني على القول الأول ما هو؟ على القول الأول على القول الأول الذين قلنا إن الكشف هو ما أصاب المشركين إيه ما هو هذا الكشف؟ الكشف هو استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما رُفِيَ عنهم الجوع فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم فكشف عنهم العذاب قريش ثم عادوا هذا على تفسير ماذا؟ أن الدخان هو ما أصاب مشركي قريش من الجوع طيب ما هو الكشف على القول الثاني والذي رجَّحناه؟ قلنا إن الدخان من أمارات الساعة قال العلماء إن الكشف هو ما يكون بين الآية والآية الأخرى من الزمن فإنه يأتي الدخان نذير ثم تأتي علامة من علامات الساعة الأخرى هذا يسمى كشفاً إنكم عائدون أي إلى التكذيب والكفر قال الله سبحانه وتعالى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَى ما هي البطشة الكُبْرَى؟ قيامة بدر اختلف السلف رحمهم الله على قولين القول الأول أن البطشة الكُبْرَى ها؟ أنها بدر أنها أنها وقعة بدر حينما بطش الله عز وجل بالمشركين بوقعة بدر حيث قُتل منهم من صناديدهم سبعين أسرة سبعين وهكذا فسَّره ابن مسعود وقال بعض أهل العلم أن البطشة الكُبْرَى يَوْمُ الْقِيَامَة أن البطشة الكُبْرَى يَوْمُ الْقِيَامَة أيهما أرجح أخواني؟ أي؟ يعني كلها بطشة كُبْرَى ها؟ نعم يوم القيامة لماذا؟ أقول لكم يا أخواني هذا دائما هناك في التفسير تلازم بين الترجيح لابد للمفسر أن ينتبه لها يوم نبطش البطشة الكُبْرَى الترجيح في هذه الآية مرتبط بتفسير بتفسير الدخان فالذي يرى أن الدخان هو ما أصاب المشركين من الجوع فالبطشة الكُبْرَى هي وقعة بدرٍ ومن رأى أن الدخان من علامات الساعة هل يمكن أن يجعل البطشة الكُبْرَى هي بدر؟ بدر؟ لأن البطشة الكُبْرَى متأخرة بعد الدخان أقول لا لا لأنه يقول تأتي إيش؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مُبين يغشى الناس هذا عذابٌ أليم إلى أن كشف الله عز وجل عنهم العذاب أخبر أنهم عائدون ثم قال يوم يعني خلاص نبطش البطشة الكُبْرَى فلابد إذا فسَّرت الدخان بأنه من أمارات الساعة لابد أن تفسِّر البطشة الكُبْرَى بأنها يوم القيامة قولاً واحداً قولاً واحداً وإذا فسَّرت الدخان بأنه ما أصاب المشركين يوم ما أصابهم من الجوع فإن البطشة الكُبْرَى هي يُحتمل يا أخواني يُحتمل أنها بدر ويُحتمل أنها يصح يعني يصح أن تقول البطشة الكُبْرَى هي بدر ويصح أن تقول أنها يوم القيامة لكن على القول الثاني والذي رجِّحنا هيا أخواني هل يصح أن نفسِّر البطشة الكُبْرَى بوقعة بدر؟ أبداً وهذا يا أخواني لا بد أن تنتبهوا له في التفسير لأن هناك بعض الأقوال متلازمة لا يمكن أن تُرَجِّحَ في مكانٍ وتُخالِفَه في مكانٍ آخر فالسيَّاق فالسيَّاق واحد ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه تأكيداً لكلامي فسَّر البطشة الكُبْرَى بِبَدَرْ وهو من أصحاب القول الأول ثم قال وأنا أقول هي يوم القيامة وأنا أقول هي يوم القيامة وأنا أقول هي يوم القيامة أظنها واضحة يا أخواني أولا لا الحمد لله بهذا نكون قد انتهينا من المجلس الأول من مجالس تفسير هذه السورة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك